مكوين سحري للتخلص من الكوليسترول وكذلك ارتفاع ضغط الدم يحافظ على اوعية القلب اضافة الى مجموعة للفوائد الاخرى التي نتعرف عليها من خلال هذه الحلقة كنتمنوا انكم تبقاوا معنا دائما في قناتكم قناة حلويات ام عبد المغيت وانتمنى كذلك انكم تجربوا هذه الوصفة لمن خلال تقدروا انكم تنظفوا او لا بفضلها ممكن انكم تنظفوا الكريد مجموعة الفوائد مجموعة المعلومات مجموعة الوصفات ستقسموها معها بعضيتنا من خلال دقائق بسيطة وقليلة ستجمعنا فيها لكن فائدة اكترة نبدأ وعلى بركة الله الحلقة دينا ونقول بسم الله فرجة ممتعة للجميع على بركة الله بسم الله بسم الله على بركة الله بالنسبة للمكون وين دينا عنده مجموعة دي الفوائد كيمتسلينها الاحماد الزائدة لالانسان ماشي في حاجة لها في الجسم دياله خاصة عند مرضى الروماتيزم كذلك كيخفف الاوجة لكي تصيب الانسان عند تعرضه لأي اسابة عبدو وفي نفس الوقت كيحصل لنا الدورة الدموية وكي حد من تكون الحصوات داخل الكيلي وهذا هو الهدف من هاد الحلقة اللي نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة واللي اكيد اكيد بمكون واحد غدي تخلي الكيلي ديالكم من ضافين والجسم ديالكم كذا ومثال كي نشط لنا العضلات ديال القلب وكي حد من الحرقة ديال المسالك خاصة خاصة المسالك ديال الدم او لا ديال الدورة الدموية كذلك كينفعنا كذلك كينفعنا بزاف تنشيط تعضلت القلب وكي عاجلنا مرض النقرس خاصة عن الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال اكل اللحوم بقطرة اولا كيكونوا من الناس اللي عزيز عليهم اللحم بقطرة بحالي انا بغنقول لكم ان هاد المكونة غدي نظف اولا غدي ساعدكم باش تخلصوا من هاد اه الاحسباس ديال السوائل وكذلك ديال احماض في الجسم ديالكم كي حدم الاضطرابات اللي كتصيب مجموعة ديال الاشخاص في سين معينة خاصة خاصة عن تقدم في السين ممكن اننا نعجو بنزالات البرد بالاضافة دياله مع توم اولا مع فصوص ديال توم اللي حمراء كنتبخوهم زيان وكنشربو هادك المنقوع كيساعدا للارتخاء ديال المفاصل وكذلك معينة كي تستخدم كطريقة فعالة للتخلص من الوزن الزائد يا من تبحثين عن الرشاقة ممكن انك تجرب هاد المكوين بالاضافة دياله مع كمية معينة من البصل وقطعة من الزنجبيل نقوموا بالطبخة ديالهم جيدا نصفوهم ونقوم نشربوهم كل صباح ومنورا كل وجبة إلا كنتيك تبحثين عن الرشاقة المكوين ديالنا هو الشبشابيل اللي بزاف الناس كيعرفوه ولكن قليل اللي كيستعملو الشباشيد واللي هي عبارة على خيوط صفراء اللون اللي كتنمو في الأزهار خاصة خاصة في هاد الفترة من السنة ومن دارها لنا الله سبحانه وتعالى إلا نتستفدو من الفوائد ديالها ما شي غير هاد الشي إنما كاتمنح تتجلوت ديال الدم بفضل احتواءها للفيتامين كاللي كيمنع بالتالي فقر الدم وكي ينظم لنا مستوى السكر في الدم ديالنا بحيث أنه كي يساعد على إنتاج الأنسولين هاد الشي لاش خاص العلاج الطبيعي كيفما تنقولوا يكون متوازل أو لم توازي مع تغذية صحية كي حسلين الجهاز الهضمي وكي حافظ على الأداء دياله بشكل منتظم بفضل الألياف الغذائية لموجودة فيه كي منع لنا الإمساك وكي يسهل لنا حركة الأمعاء وكذلك كي حل مشاكل القولون بالنسبة لكي يعانون من مشاكل القولون غادي تاخدو تقريبا جهد واحد لحفنة ما بين يديكم وغادي تضيفو معاها الياني سيون ونقوموا بالطبخ دياله جيدا فوق النار لتكون مهيلة مع ربع لتر ديال الماء تابق لنا منهي وخمسة ووشترين ميلي من الماء بعد ذلك نقوموا بالتصفية دياله ونقوموا بالشرب دياله او للشرب دياله مع الريق صدقوني بانه غادي يزور عندكم جميع مشاكل القولون او ما يسمى بالمصران ومنسوش انه فعلا عنده عدة فوائد فوائد خاصة ماشي غير على الجهاز الهدمي انما حتى على باقي الصحة ديال الجسم ديالنا ممكن كذلك ان نستعملوا وصفة اخرى بالنسبة الناس اللي يعاني من مشكل ديال الكوليسترول هي غادي ناخدو غادي ناخدو واحد الحامضة واحدة اولا ليمونة كما نسميها وغادي نقسموها الاربعة نحايد منها العلف اول العضم وغادي نضيف كمية من العشبال اللي سبقه هدرنا وتكلمنا عليها اولى المكوين اللي سبقه وتكلمنا عليها من بعد غادي نضيف معها تقريبا واحد نصف لتر من الماء نطبخهم زيان مدة لما تقلش العشر دقائق نطفي ونضيف معها القليل من الزنجبيل ومن بعد تصفي من بعد تجعله يختمر على الاقل مدة ديال الساعة من بعد نصفي ونشرب من كمية ما بين ربع كأس الا كأس لربع حسب انت القدرة والحاجة ديال الجسم وكمية الكوليسترول اللي طالع عندك بعد كل وجبة وهنا هي تلقائ تلقائ نتيجة مرضية من مشكل الكوليسترول وكذلك من مشكل ارتفاع الدهون التلاتية نجيو للوصفة تفتيت الحسي وتنظيف الكلي طريقة الاستعمال هي سهلة وبسيطة غدي ناخد اولا غدي نحتاج كمية من المكوين اللي ذكرنا وغدي نضيف معاه سبح حبات ديال القرون فل وغدي نضيف معاه عشبة اللي كتسمى هالرس الحجر من بعد ما غدي نخلط هات المكونات جيدا وانطبخوهم فوق النار اللي كتكون مهيلة غدي نخلي هم تلق واكيد خمسة وعشرين جرام اه خمسة وعشرين جرام غدي نضيف معاه سبح حبات ديال القرون فل وغدي نضيف معاه باقي المكونات غير شوية وغدي نوضع هم في لتر ديال الماء وهنا هيا غدي نقوم بخلط المكونات جيدا نو نخلي هم يبات ليلة كاملة من بعد مع الصباح غدي تنوضي غت تتفيقي لالريق ضيف لها المكونات تخني هم بعد فوق البطا ضيف لهم ملعقة من العسل اللي غدي يكون حر يعني كتكون كبيرة نخلط وكان نبدأ نشرب وحاجة أخرى اللي هي جد مهمة كندير كيف مثلا نقول واحد حركات رياضية باش نقدر أن نساعد دور الدموية ديالنا باش غدا الدور وفي نفس الوقت باش غدي تكف مثلا نقول وصل المكونات للأعضاء بسرعة من بعد صدقيني أنا كي غدي تلقى نتيجة مردية وفي نفس الوقت تلقى تنظيف ديال الكلي ديالك بشكل رائع وفي نفس الوقت ما gö克 تبقى يعني من مشكل ديال الحجر ما هدأ تبقى dye تعني من مشكل ديال الحجر في الكلي ولا كذلك من مشكل ديال الطراب في الكليتين بالنسبة لها هذا العملية من الأفضل أنا اما بالنسبة الناس الذين عندهم غير يريدونها من باب الاحسيات او لا من باب لتنظيف الكري ديالهم وكذلك يأخذوا بادية انهم ينضفوا لجسم ديالهم من الداخل كتكون مرة في الأسبوع وبالنسبة لهذا المادة او لهذا المكوين ممكن انكم تستغلوا هذا الوقت اللي هو فيه وناخدوا واحد بلاتو اللي غادي يكون نوضعه فيه يكون نقي ونوضعه فيه فوق واحد ازيف ونبقى ونحركوه مرة مرة حتى ينشف تماما من بعد جهو نديره في شبكة او لفشي زوية في المتقب ونخليوه معلق ووقت ما بغينا نستعمله نبدأ نستعمله وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديالنا الى اللقاء